السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسة كنوز إياك أن تتركها نعرف بعدما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم في البداية أدعو إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي للاشتراك في قناة حكايات عم محمود قناة للأطفال تربوية قصصية أسأل الله عز وجل أن ينفع بها كل أطفال المسلمين وتجدوا رابط القناة أسفل هذا الفيديو نرجع لموضوعنا هناك خمسة من الكنوز إياك أن تتركها حتى آخر يوم في عمرك وإياك أن تتركيها حتى آخر يوم في عمرك الكنز الأول هو كنز الدعاء فلا تترك الدعاء فتحرم الاستجابة قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب ادعي بس وربنا هستجيب مدام الإنسان ما بيكلش حرام ومدام إنه إنسان ما بيظلمش فتأتيه دعوة المظلوم فتدمر كل شيء ومدام الإنسان عنده حصن ظن بالله وتوكل على الله ومدام إنه بيلتزم بآداب الدعاء فيبدأ بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو ويعزم في المسألة وينكسر بين يدي الله ثم يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقينا إن شاء الله ربنا يعطي كل واحد منكم حاجة من ثلاثة إما إن ربنا يعجل لكم الدعوة اللي أنتوا دعوتم بها وإما أن يصرف عنكم من المصائب والابتلاءات ما يوازي تلك الدعوة وإما أن يدخر لكم تلك الدعوة ليفرج بها عنكم كربة من كرب يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح الدعاء هو العبادة الله أكبر فلا تترك الدعاء فتحرم الاستجابة ولا تتعجل ما تقولش قد دعوته قد دعوته فلم أرى يستجب ليه لا ربنا بيستجيب إن شاء الله مدام الإنسان ما بيقولش حرام مدام ما بيظلمش مدام إنه عنده يقين وحسن ظن بالله مدام في الدعاء بيلتزم أداب الدعاء ويلتزم أوقات الدعاء الجميلة وهي بقى أوقات يعني أنت لو دعوت في أي وقت يستجاب لكن هناك أوقات جميلة وخصوصا في الثلث الأخير من الليل ده الكنز الأولاني الكنز الثاني كنز الاستغفار لا تترك الاستغفار فتحرم من النجاة الاستغفار هو سر النجاة قال جل وعلا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون كان هناك أمانان نوعين من الأمان الأمان الأول هو وجود النبي حيا صلى الله عليه وسلم بين الناس وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم طب مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ولذلك ورد عند البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن تصره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار وجاء عند الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أكسادهم فقال جل وعلا وعزتي وجلالي لا أبرح وأغفر لهم ما استغفروني فأكثروا من الاستغفار وبخاصة سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتاني وأن عبدك إلى آخيري اللي يقولوا بالليل ويموت في تلك الليلة يكونوا من أهل الجنة كما ورد في الحديث للبخاري واللي يقولوا بالنهار ويموت في هذا اليوم يكونوا أيضا من أهل الجنة بفضل الله طيب الكنز الثالث هو كنز الشكر أنت تحمد ربنا وتشكر ربنا على كل النعم فلا تترك الشكر فتحرم من الزيادة قال جل وعلا لإن شكرتم لأزيدنكم كلما تشكر ربنا الله عز وجل يزيدك من فضله عيزا بالله ما بتشكرش عيزا بالله تحرم من الزيادة فكلما تشكر كلما ربنا يزيدك من فضله كلما ربنا يزيدك من فضله سبحانه وتعالى وجل جلاله الكنز الرابع يا حبيبي هو كنز الذكر لا تترك الذكر فتحرم من ذكر الله لك بين ملائكة السماوات السبع قال جل وعلا فاذكروني أذكركم قال أحد السلف والله إني لأعلم متى يذكرني الله عز وجل قالوا كيف ذلك قال إذا ذكرت ربي ذكرني ربي وقد قال جل وعلا في الحديث القدسي قال إن ذكرني عبدي في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي يعني أنت هتذكر ربنا بين الناس الله عز وجل يذكرنا بين ملائكة السماوات السبع سبحانه وتعالى ولذا قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت وقال صلى الله عليه وسلم كما عند التلمذي بسندا صحيح ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم أي في الجنة وخير لكم من إنفاق الذهب والورق اللي هو الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم كلنا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى الله أكبر الكنز الخامس وبعدين احنا قبل ما ننتقل الكنز الخامس لابد أن نتذكر قول المولى عز وجل الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الكنز الخامس كنز التذبيح طبما التذبيح تبع الذكر برضو لكن التركيز بس على التذبيح لسبب بسيط جدا لأن في تذبيح معين ذكره سيدنا يونس عليه السلام يكون فيه تفريج الهموم والكروبات بفضل الله سبحانه وتعالى فلا تترك التذبيح فالتذبيح طريق الفرج قال جل وعلا عن يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لولا أنه سبح بحمد الله وهو الضطن الحوت لظل في بطن الحوت إلى يوم القيامة تخيلوا حضرتكم إلى يوم يبعثون فتخيلوا سيدنا يونس ماذا قال قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقال دعوة ذنون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدعو بها رجل مسلم في كرب قط إلا فرج الله عز وجل كرب خمس كنوز إوى حد يفرت فيهم لحد آخر يوم في عمره كنز الدعاء كنز الاستغفار كنز الشكر كنز الذكر كنز التسبيح أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الفائزين بتلك الكنوز وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى محبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته